متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وفي أحسن حال نهاردة حكلمكم عن نموذج جديد من نماذج انتاج الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي أنا بعتبر أن الجيل الجديد من نماذج الفيديو بالذكاء الاصطناعي بقت مبهرة والنتائج بتاعتها رائعة جدا ميني ماكس بيقدم لنا ميني ماكس هايلو او تو هذا الإنجاز اللي بيديني فيديوهات الجودة بتاعتها 1080 بيكسل في تجارب المشاهدة حتلاقي أن الجودة الخاصة بالفيديوهات جودة بصرية دقيقة مفيش فقدان لدقة الفيديو الجميل أن هذا النموذج اللي هو ميني ماكس هايلو او تو بيتميز بالإنستركشن فولوينج اتباع كامل للأوامر الموجودة في النص وده بيخليه قادر على تلبيط الطلبات اللي انت عايزها داخل الأمر وفقا للمعايير المطلوبة أيضا هتلاقي الجزء المتعلق بالإكستريم فيزيكس ماستري أو إتقان متقدم للفيزياء بيتيح النموذج فهم وتمثيل الظواهرة الفيزيائية المعقدة وبالتالي بيفتح مجال أكتر للإبداع في الفيديوهات الخاصة بالفيديوهات التعليمية والمحكاة الواقعية أيضا هايلو او تو موجود تقدر تجربه لو أنت ملكش أكاونت على هايلو تقدر تجربه ليك حوالي 500 كريدس بشكل مجاني أعتقد أن دلوقتي ما بقاش في خطة شهرية زي الأول هو بيديك مجموعة من الكريدس أعتقد أول مرة بتبتدي أن أنت تجرب بيها النماذج المختلفة الموجودة في هايلو موضوع اختلف بشكل كبير النماذج بقت غالية وده طبعا نتيجة التكنولوجي اللي بتستخدم فيها بتبقى مكلفة وبالتالي الموضوع مش هيكون مجاني زي ما إحنا متخيلين فلو أنت عندك حساب ما دخلتش بجيميل مثلا قبل كده ما دخلتش بيه على هايلو تقدر أن أنت تروح وتبتدي تخش وتجرب زي ما هنجرب النهاردة مع بعض يلا بينا ما ترحوش في أي حتة هنرجع لكم مرة تانية ويرجع لكم مرة تانية علشان نجرب مع بعض النموذج الجديد من هايلو وهو هايلو او تو لو دخلت على الرابط الموجود في الوصف أسفل الفيديو حتلاقي النموذج الجديد موجود عندك هنا لو دست على القائمة المنسدلة حتلاقي أن احنا جربنا قبل كده مع بعض وجربنا مع بعض الدايركتور وأعتقد ووقوته هو النموذج الجديد اللي حنجربه مع بعض دلوقتي وزي ما انتوا شايفين أنا دخلها بجيميل ما كنتش سجلت منه من قبل فعطاني 500 كريدس المفروض أن هما بيكونوا صالحين لمدة يومين أو ثلاث أيام لأنه هنا قال لي أن انت آخر معاد لي استهلاكك لهذه النقطة هو جون 26 26 2025 فلازم تخلصهم في وقت قصير وهو حطتلك الكريدس دي فقط للتجربة هو مش بيديه لك علشان انت تستخدمها تعمل منها شغل عموما لا هو في الغالب علشان خاطر تجرب النماذج المختلفة الموجودة وبالذات احنا نجرب مع بعض النهاردة هيلو أوتو طبعا أيضا في الخطة المجانية هنا أنت عندك لحد 768 بيكسل فقط مش هتقدر أن انت تنتج فيديوهات 1080 بيكسل وأيضا لك ديوريشن أو مدة الفيديو 6 ثواني فقط مش 10 ثواني وبالتالي أكيد 1080 وال10 ثواني موجودين في البيد بلان عشان نجرب مع بعض الحركة ونجرب مع بعض الأداية رحت عملت الـ AT رحت على شجي بيتي وطلبت منه إنه هو يديني مشهد طبعا أنا عملته بالإنجليزية وبالعربية عشان أقدر برضو أعرف كل جزئية بتقول إيه هنا قلت له create a cinematic scene for a man لشخص في مغامرة في الصحراء يديني تيكست برومت ديسكرايب كل scene يعني كل مشهد يديني له نص عشان أقدرنا أنا أعمل بي الفيديو بتاعي وركز على الكاميرا موفمنت حركة الكاميرا واللايتنج على رغم أعتقد أن تقدر تعمل الموضوع ده من خلال هايلو إي آي ولكن أنا حبيت أن أستخدم الحركة الموجودة في النص نفسه ولكن يوجد أيضا تحكم في الكاميرا كاميرا موفمنت وكلمنا عنها من قبل داخل هايلو إي آي طيب تعالي نشوف مع بعض أول أمر وهذا هو الأمر الأول الأمر ده بيقول إيه؟ الأمر ده أنا ترجمت بالعربية عشان يكون أسهل لقطة سينمائية واسعة لرجل يقف وحيدا على قمة كثبان رمي في وسط صحراء شاسعة زهبية الشمس تشق على الأفق الكاميرا ترتفع ببطء إلى أعلى وتترجع للخلف هنا أنا عطيته كمان حركة الكاميرا زي ما أنتوا شايفين عدسة واسعة ديناميكية عالية وحبتدي ضوء الشمس حاد عشان اللايتنج التحكم أيضا في الإضاءة هنا أعرف إن أنا حكون في الهي جولدن أور زي ما بيسموها حبتدي أروح هنا أحط الأمر بتاعي فهروح تيكست تو فيديو لأن أنت عندك image to video وعندك text to video أيضا في text to video في تحكم في الكاميرا وفي الجزء المتعلق بأن أنت تعمل enhance للبرومت تقدر تفعلها وتقدر ما تفعلهاش أنا هنا هخلي في enhancement للأمر وهبتدي أحط الأمر بتاعي زي ما أنتوا شايفين وهستخدم فيديو واحد فقط للإنتاج لأن أعتقد mini max بياخد وقت أو hi lo هم هم نفس الموقع يعني وهبتدي 6 ثواني وهبتدي أدوس enter وتبعا أنت عندك 25 نقطة بتروح في الفيديو الواحد هبتدي أدوس enter وعمل creating وهو بياخد وقت في الإنتاج فإحنا هنستنى لحد ما يتم إنتاج الفيديو ونرجع لكم مرة تانية تم إنتاج الفيديو خد وقت كبير جدا على رغم أنه أعطيني 500 كرادت بس ده مشكلة mini max أو ده مشكلة hi lo AI خصوصا في الخطة المجانية هنا لو إحنا بصينا على الفيديو مديته 6 ثواني حوالي 27 بيكسل لو بصينا على الفيديو بتاعنا a wide cinematic shot wide cinematic أنا عايزك تشوف اتباعه للأوامر ده مهم جدا جدا نسيبك دلوقتي من الجودة لأن الجودة أصلا يعني مش 1080 لأن إحنا في الخطة المجانية فإحنا خلينا دلوقتي في تنفيذه للأمر a wide cinematic shot of a man standing alone واقفة على كثبان رملية تقفه والشمس بتشرق شايفين طبعا زي ما إحنا شايفين يعني هو متابع بالزبط التعليمات camera slowly الكاميرا ببطئ جدا بتبتدي إنها تتحرك up and back زي ما إحنا شايفين كده تاني مرة تانية harsh warm sunlight soft golden glow wind left sand الرياح بصو بتحرك sand أو التراب أنا شايفة بصراحة تنفيذه للأمر حلوة جدا يعني اتباعه للأوامر حلوة جدا فيه أمرين تانيين أنا سبته إنه هو يعملهم يعني أنا برضو في انتظار إنه هو يولدهم الأمر التاني بقى اللي أنا عايزة ينفزه أو النص التاني اللي أنا عايزة ينفزه هي لقطة مقربة لخطوات حزاء الرجل على أرض الصحراء متشققة ده النص التاني والمشهد التالت اللي هو اسمه اكتشاف الأطلال لقطة متوسطة من خلف الرجل وهو يقترب من أطلال قديمة التو تيكست برامت دول أنا عاطتهم لـ وفيه انتظار تنفيذهم إن شاء الله نشوف التنفيذ بتاعهم انت عايز بقى تعمل الصورة بأي نموذج من نموذج انتاج الصور على فكرة هو فيه نموذج لانتاج الصور خاص به يعني ولكن انت لو عايز تعمل بأي نموذج آخر تقدر ان انت تعمله ترفع الصورة وتحط الأمر فده موجود وده موجود موجود تقدر ان انت تستخدمه فيه كمان سبجيكت ريفرانس سبجيكت ريفرانس بيمكنك ان انت ترفع فوتو وتبتدي ان انت توصف الصين يعني كاركتر صورة لكاركتر معين كاريفرانس هنستنى نشوف النتيجة بتاعة الفيديوهين ونرجع مرة تانية تم الانتهاء من المشهد التاني ويادي المشهد التاني زي ما احنا شايفين مدته ايضا ست ثواني وهنا المشهد بيقرب على وتم تسليط على الشوز يعني عفوا الخاص به الشخص على أرض كلها كراكس أو كلها تشققات The sunlight is harsh from the side باين قوي ان الشمس قوية من جانب دا ومن الجانب دا زي ما احنا شايفين انا شايفة ان تنفيذه جيد جدا للمشهد واحب اسمع رأيكم في التعليقات دا نشوف مع بعض اخر مشهد فاضل عليه اربع دقيق ونشوف تنفيذه لهذا المشهد زي ما احنا شايفين دا المشهد التالت الامر التالت معانا medium shot from behind the man وهو ماشي ناحية الصحراء او مكان في الصحراء بصق الحركة cinematic color grading with deep oranges اللون ال او الالوان البرتقالية الاصفر والبرتقالي هذي الالوان بتغلب على المشهد انا اللي عاجبني هو اتباعه للأوامر اتباعه للأمر حلو جدا دا كان اختبار سريع لي mini max high low O2 اتمنى ان اسمع رأيكم في التعليقات هل انت شايف ان high low O2 افضل من VO3 او مقارب لو3 ولا مازال VO3 يتربع على عرش النماذج الخاصة بانتاج الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي شوفوا الفيديو قادم بإذن الله تعالى وزين بقول لكم منهاية كل فيديو متنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد لو كنتم بتشوفنا لأول مرة ولو كنتم متابعين الأعزاء متنساش لايك وشير وكمنت دمتم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته